بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه الأيام بدأ الدخول المدرسي والتلاميذ والطلبة والدارسين جميعهم يلتحقون بمؤسساتهم التعليمية والتربوية لمواكبة المشوار حري بنا أن نتحدث عن رفع الهمم وشحض العزائم لأبنائنا وبناتنا من أجل مواصلة الدراسة في جو من الغبطة والسرور والعزيم الأكيد نحو النجاح فشحض الهمم وتقوية العزائم هذا أمر مطلوب للغاية لهذا نقول لأبنائنا وبناتنا أن طلب العلم هو ليس مجرد دراسة للحصول على شغادة ثم الحصول على عمل ووظيفة طلب العلم هو في الأصل عبادة ربنا سبحانه وتعالى فرضها على العباد المؤمنين يكفي أن نستحضر بأن أول ما نزل من القرآن العظيم هو قول الله سبحانه اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم جاء جبريل عليه السلام إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء ثم أول أمر أمره به قال له اقرأ قال ما أنا بقارئ قلت لك اقرأ ثلاث مرات اقرأ نحن أمة اقرأ لكن وضعنا لا يصر نحن في وضعية اقتصادية واجتماعية وشمولية تحتاج إلى التطوير لهذا الآخرون يسخرون منا يقولون أمة اقرأ لا تقرأ وإذا قرأت لا تفهم وإذا فهمت سرعان ما تنسى هكذا يسخر منا الآخرون علينا أن نبدل هذه الصورة القاتمة ونتبت للآخرين بأن أمة اقرأ تقرأ وتفهم وتعي وتعمل وتشتهد وتبتكر وتخترع وتتقدم إلى الأمام لتصل إلى بر الأمان فأريد أن أقول لأبناء الطلب والتلميذ عليكم أن تقتنعوا وتعتقدوا اعتقادا جازما أن طلب العلم هو أصلا فريضة إسلامية لأنه فعل أمر والأمر إذا أطلق هو للوجوب اقرأ نقرأ وربنا سبحانه وتعالى صاق في كتابه العزيز العشرات من الآيات القرآنية كلها تحت على طلب العلم لما نقرأ كتاب الله نجد كل مرة إشارة قوية لطلب العلم والتفقه في الدين والتبحر في كل علوم الدنيا والتفكر في الملكوت في السماوات والأراضين والكواكب وفي النجوم والأفلاك وفي الأجنة وفي الأنفس كل هذا دعوة للدراسة المعمقة في جميع التخصصات طبعا علوم الدين تبقى هي العلوم الأساس لماذا؟ لأن علوم الدين تعرفك بالله وتعرفك بالمنهج الذي ينبغي أن تسير عليه في الحياة ثم قيل بعد علم الأديان هناك علم الأبدان لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش حياة طيبة بدون صحة وعافية وهو علم الطب وعلم الصيدلة وكل علوم المرتبطة بالعلاج علوم التغذية وغيرها ثم بعد ذلك بقية العلوم النافعة للإنسان ولكن دون أن نغفل علوم الدين لأن علوم الدين تعرفك بالله بالصانع بالخالق بالواهب وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يغرس هذه القيم في قلوب أصحابه الكرام وفي أبنائهم كان يجمع الأبناء من الصحابة ويحفزهم على طلب العلم رغم أنه كان أمي لا يقرأ ولا يكتب النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل لكن هذا النبي الأمي لم يتعلم في مدرسة ولا في كتاب وإنما جاء بكتاب عظيم القرآن الكريم الشامل لكل العلوم ما فرطنا في الكتاب من شيء فيه كل شيء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لتعلمون من علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمه جبريل أمين الوحي الذي عنده جميع المعارف الربانية واللدنية تعلمها من معلم عظيم فسيدنا النبي لم يعد أمي بل صار عنده المعرفة كلها لما قال له جبريل اقرأ قلت ما أنا بقارئ فضمني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقلت اقرأ قالت ما أنا بقارئ ثلاث مرات فكان يضمه ويسقيه من رحيق العلوم الربانية النورانية من أجل ذلك كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحفز أبناء الصحابة على القراءة والدراسة وكان يقول من سلك طريقا يطلب فيه العلم سهن الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في قاع البحر وإن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر أحاديث كثير جدا كان سيدنا النبي يحفز بها الهمم ويشحد العزاء فضل العالم على العابد كفض القمر ليلة البدر على سائر الكواكب كثيرة هي هذه الأحاديث النبوية الشريفة الغاية منها أن العبد المؤمن لما يسمع الآيات مع الأحاديث النبوية تغير فكره وتغير منطقه وتجعله صالحا مصلحا في المجتمع لهذا أقول لأبنائي الكرام عليكم أن أن تجددوا النية أولا أول ما نصيبه في الدخول المدرسي والجامعي الجديد نقول للطلب والتلميذ جددوا النية لأن النية الصالحة تجعل العادة تتحول إلى عبادة مجرد أنك تجدد نيتك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فأنت لماذا تقرأ تقرأ من أجل تحصيل على شهادة ثم على وظيفة وعلى مال الرزق مضمون كن متأكد الرزق مضمون ضمينه الرازق سبحانه وتعالى وإنما يبغي أن نقرأ ونتعلم ونطور المعارف لبناء المجتمع وبناء الحياة لأن هي هكذا الحياة لابد أن نواكب العصر تجددوا نيتكم واجعلوا علمكم عبادة أولا لله تعالى ولا تنظر إلى مستقبل بعض الخريجين الذين حصلوا على الليسونس والمستر والدكتورة وتجدهم يقفون أمام مقرات بعض الوزارات أو البرلمان يطالبون بالوظيفة وتقول ما فائدة هذه الشواهد العلمية إذا كان المصير هكذا لا تقارن بين هؤلاء وهؤلاء العلم هو هدف في حددته والرزق مضمون من عند الله سبحانه لكن نتعلم أكثر ماذا مطلوب منا المطلوب منا تنظيم الوقت الوقت من ذهب الوقت من ذهب وكالسيف إن لم تقطعه قطعك فلابد أن نعمل على مشروع تنظيم الوقت وهذا يقتضي منا الاستيقاد مبكرا للمذاكرة لأن الاستيقاد المبكر يجعل الخلايا دي الدماغ قادرة على الاستيعاب وهذا يقتضي أنك تنام مبكرا نأسف أن بعض أبنائنا وتلامدتنا يبقون إلى أوقات متأخرة من الليل في الهاتف النقال أو في الحاسوب أو في اللوحات الإلكترونية يبقون يسبحون في عوالم تافهة ألعاب إلكترونية وغيرها ويضيعون الوقت فعلنا أن النام مبكر لنستيقظ مبكر لأن في اليقظة المبكرة بركة نقرأ ونبدأ في الدروس المشاريع الدراسية ينبغي أن نأخذها في أوانها وإبانها لا تؤخر عمل اليوم للغد فإن للغد عمله فدراسة التي تطلب مننا كل يوم داز واحد مواد معينة أننا نراجعها ونتقن فهمها ونمر إلى ما بعدها لا تجعل الدروس تتراكم عليك هذا يقتضي منك أن تنظم وقتك ربنا سبحانه وتعالى أعطانا واحد البغام للتنظيم الوقت وهو الصلاوات الخمس الصلاوات الخمس هي نظام لتنظيم الوقت يعني على مجموعة فقرات في اليوم ينبغي أن نقوم بوضع كل عمال في فقرة معينة لكي نزيد في هذا العمل المبارك لابد أننا نختار الرفقة الطيبة لأن الدراسة تطلب مننا في بعض المواد القراءة الجماعية فنقلب على أصدقاء جدد يكونوا ناجحين يكونوا فالحين يكونوا مباركين ديما نقلب لمن أحسن مني لكي أتعلم منهم وأبحث عن من هو أقل مني لأعلمهم لأن العلم أخذ وعطاء هكذا العلم أخذ وعطاء نقلب للي أحسن مني في الفيزياء في الكيمياء في الرياضيات في المواد الأخرى ونستفد منهم ونتعلم منهم ثم نقلب على أخرين أقل مني نعلمهم نعودنا أستاذهم وهكذا أطلق العلم يرسخ في دهنك واتصبح أستاذ صغير تكبر بإذن الله تعالى ثم نتعد عن أصدقائي السوء أصحاب الانحراف كين أصدقاء يجرونك إلى المهالك إياك ثم إياك كل ما بينته تهدمه ابحث عن أصدقاء الخير وأيضا هذا يقتضي منك أنك لكي يبارك لك المولى سبحانه وتعالى عليك أن تحترم طاقم التدرس الأساتذة والمعلمين هؤلاء اختاروا هذه المهنة النبيلة لكي يعلمون ولكي يربون ولكي يقودون إلى بر الأمان فعلينا أن ننظر إلى الأستاذ وإلى المعلم نظرة احترام ونظرة تقدير ونظرة معظمة ويخفي ما قاله الشاعر قم للمعلم ووفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا نحن نأسف لما نراه على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بين الفين والأخرى في السنوات الماضية ذلك الصراع الذي يقع بين بعض تلاميذ المراهقين وبين الأساتذة والأستاذات يعني لا يليق الأستاذ له كرامته وله إزته ونتمنى من الوزارة الوصية للتعليم أن تنظر في الملفات المادية بسرعة لتسويتها ونقول الأستاذ أنت دورك ليس مادي أنت دورك أهم من المادة أنت في موقع الأنبياء والمرسلين لأنك تعلم النشأ وتربي القلوب وتغرس القيم وتنير العقول وتعطي المعارف والمهارات فأنت عندك أجر وثواب عظيم أولا من عند الرحمن سبحانه وتعالى وأجرك ولو كان ضعيفا في الوظيفة ربنا سبحانه وتعالى يغنيك من فضله نحن نفتخر ودوما نترحم على الأساتذة الذين درسونا دائما في كل وقت وحين نتذكر أساتذة درسونا نقول يا رب يرحمهم إذا كانوا على قيد الحياة يا رب يزيدهم من فضلك وأطل لهم الأعمار وزكي لهم الأعمال وإذا كانوا انتقلوا إلى دار الفناء يا رب يرحمهم رحمة واسعة دائما ندعو لهم لأن هذا أجر عظيم أجر عظيم تدعو لأستاذك الذي علمك أبنائي الطلبة والتلاميذ أيضا بشرب بيبرك لكم في الخير ديركم وهو أن الإنسان يكون بارا بوالديه لأن البرد الوالدين يخلي الإنسان أنه عنده الباركة أنه يقرأ الكتاب ويفهم ويستوعب بسرعة أنه يوم الإمتحان ربي عز وجل يعطيه نور البصيرة فرضاء الوالدين نعمة كبيرة وليدك نقول للوالدين دائما ولدك أو بنتك ملكي يخرج للمدرسة تبعوهم تبعوهم احتل الباب قل لي سير الله يرضي عليك سير الله ينجحك سير الله أم تعالي يلقيك مفاتيح الخير دعي مع دعوة دير الخير لأنها تشيك يعطي واحد معنوية كبيرة تلقى للأسف بعض الأباء والأمهات ربما كتلقى قاليق منفاعل كي قل دعوة سوء لابنه كي خرج وهو محبط هذه كلها صفات سلبية ينبغي أن نتجاوزها رضاء الوالدين نعمة رضاء الوالدين بركة فليش تناجح عفره مرضي الوالدين وليش فتيه منكسير عفره شكد الوالدين فليدك نقول لأبناء الكرام تلاميذ الطلباء احرصوا على البر بالوالدين فربنا عز وجل يقول وبالوالدين احسانا ثم لكي يبارك الله لنا في الدراسة والتعليم أيضا لابد أننا نتمسك بطاعة الله خصوصا الصلاوات الخمس الصلاوات الخمس مهمة للغاية لماذا؟ لأنه هو وقت قصير نضيعه كي يظن الإنسان بأنك يضيع وقته غد يصلي صلاوات الخمس اشحال من دقيقة في كل صلاة خمس دقائق عشر دقائق وقت قصير تقضيه في الصلاة ولكن هل تدري ماذا تكسب في الصلاة؟ لما تصلي لله سبحانه وتعالى أول حاجة جميع الطاقات السلبية اللي عندك في الجسد كلها تخرج من الجسد ثم تقبل طاقة نورانية المدد كياتك الله القبول كياتك الله قوة الذاكرة كياتك الله قوة الحافظة كياتك الله تعالى قوة الكلام كياتك الله تعالى قوة الإقناع كياتك الله تعالى البركة في العلم الصلاة مهمة للغاية أي أبناء الكرام لا تقولوا بأنني أنا عندي فروض كثيرة والوقت مستحم ولا أصلي ربما تضيع أي شيء إلا الصلاة إلا صلاتي تضيع ربما مشاهدة مباراة كوة القدام تضيع ربما بعض الألعاب الإلكترونية تضيع أشيات فيها ولكن لا تنسى الصلاة الصلاة في وقتها لأنه لابد أن تربط علاقتك بالله الله تعالى رأى هو أكبر معلم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم إن شاء الله إلا بقنا في الحياة نروي قصص بعض العلماء الأجلاء لعطم الله علم كبير جدا ولما سئلوا من أين لكم هذه العلم والمعارف قال لهم لست أدري وإنما هي فتوحات ربانية اتقوا الله ويعلمكم الله كلما اتقتلك يعلمك الله تعالى فأعلم أنه لا إله إلا الله حتى يقال بأن أول درس ينبغي أن ندرسه في الدراسة ونكرره ليسخ في الدين هو هذا العلم فأعلم أنه لا إله إلا الله علم التوحيد وعلم الخالق لكي نربط كل المخلوقات بخالقها ونربط كل النعم بمنعمها هذا هو المقود هذه هي الطريق السيارة لكي يبغي يعرف بأنه يستفيد من كل شيء كلك يقرأ كل شيء ولا يستفيد من أي شيء لأن قراءته منقطعة عن ربه سبحانه وتعالى لا يربط الخلق بخالقهم ولا يربط النعمة بالمنعم هذا مقطوع وخيقرأ العلم كلها ويقرأ الكهرباء ويقرأ التكنولوجيا ويقرأ الدكاء الاصطناعي ويأخذ جائزة موبل في المعارف ولا ينفع لأنه قطع قطع صلته بالله لابد أن نربط ونوتق العلاقة بيننا وبين الخالق عز وجل ثم وصية أخرى أخيرة ذهبية لا أطيل عليكم أبناء الكرام أننا نتجنب المعاصي نتجنب الخطايا نتجنب السيئات لماذا؟ لأن الإنسان في الجسد دياله عنده جهاز بحل بروجيكتير بحل وحد المصباح في مصابيح كثيرة كلما قمت بحسنات إلا والمصباح يشعل ما زالك يزيد إضاءة كلما درت الحسنات ودرت الخيرات ودرت البركات المصباح يزدد تواهجا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم قد تلقى النور دي الله تعالى معك بخلاف لدى المعاصي والسيئات أشيقاء كلما قد دير معصية قد تفاوح البولة عندك مصباح ينطفع في صدرك في قلبك في فكرك كلما درت سيئة أيضا هذا الجسد ديالك في ذلك المصابيح تنطفع تنطفع وحدناك تلقى ظلام في ظلام يقول لك أنا عندي الوسواس القهري أنا كان شعور رأسي بأنني فقدت البوصلة أنا كان شعور رأسي بأنني أفقد الرغبة في الحياة أنا ما بقتش عندي العازيمة أنا سأنتحر ما مشكلة هذا مشكلة أن المصابيح الكهربائية النورانية في صدره بدأت تنطفع علينا أن نقوي هذه المصابيح وغتشوفه قوة العازيمة وقوة الإرادة المرض ما يضر بك وغتمرد يومية 30 أيام تنطبح الحصان غتشعور بالقوة غتشعور بالرغبة في الحياة غتكون عندك القدرة على العطاء مش على الأخذ فقط نعطيك مثال بسيط لأحد الأئمة الكرام الإمام الشافعي رحمه الله محمد بن إدريس الشافعي في مصاره العلمي يقول كنت أتمتع بذاكرة من جوهر أعطى الله وحد ذاكرة قوية لأن العلم الأول في العهد الأولى كان يقوم على الحفظ أما العلم الآن يقوم على التحليل لأن كل زمان وله منهاجه وله طريقته في ذلك العهد كان في الغالب يقوم على الحفظ فأعطاه الله تعالى ذاكرة من جوهر قال حفظت القرآن العظيم وأنا ابن سبع سنوات سبع سنين كم الحفظ القرآن وحفظت موطأا لإمام مالك وأنا ابن عشر سنوات كان موطأ الإمام مالك قبل بخاري وقبل مسلم النساء وابن ماجا كان كتاب يجمع علوم الدين والفقهيات والأحكام حفظه حفظا وهو ابن عشر سنوات ثم قال حفظت أشعاره ذيل وأنا ابن إتنى عشر سنة كان كيقرأوا بعد القرآن الكريم الحديث النبوي الشريف كيقرأوا اللغة النحو والصرف والبلاغة والتعابير وكانت أفضلها أشعاره ذيل في إتنى عشر سنة صار لغويا ثم قرأت علم الفلك وأنا ابن أربعة عشر سنة كان دكسع العلم دين الفلك النجوم كيعرفوا بالتوقيت كيعرفوا بي بزفد الأشياء فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم هذه المعارف لكذف ذلك الزمن طبعا كل زمنه ومعارفه احنا اليوم عندنا معارف أخرى جديدة كالدكاء الاصطناعي وغيرها من الأشياء الإمام الشافعي لما وصل إلى أربعة عشر سنة يعني وصل العلم يعني بحالة قلتي عنده دكتورة أربعة عشر سنة استكمل المعارف والعلم اسمح عنده قدرة مدهنة خزنة علم وعطاه الله القوة دي الدكرة كيسمع الحاجة المرة اللولك يحفظها كيكتبها كدف الخيال كيكتبها في الهواء كيكتبها تلصخ في دهمه لكن واحد النهار وقعت لي واحد الواقعة ما بقى كيف يفهم واله ولكن يدخل المدرسة عند الأستاذ دياله كان شيخه الكبير اسمه الشيخ وكيع كيلقى بأن اللحافظ دياله مشا والقرية دياله للضعيفة فبدك يقول اشنا والسبب قال لي وكيع ماذا فعلت ماذا عصابك قال لي لازت أدري عاد قال لي اعترف لنت خلات بعد من الطلاب والتلاميذ وجاء عنده قال لي يا شيخي قال لي غير خبرني أشوك عليك عندك شي مشكل نفسي عندك شي مشكل عائلي قال لي يا سيدي أنا ملكت كنت أخرج من البيت ديالي وجاي عندك نايل المدرسة كنكن متوضع وطاهر وغض للبصار وجاي نقرعه وانا كل متفائل لكن هذه الأيام ملكت كنت مغادي كالقى وحد المرأة عند العطار كتبية معاه أو كتشري معاه وهي جميلة وحسنة متناسقة الجسم فلما أمر عليها أنظر إليها وتعجبني وأنظر إليها وأحملق ثم آتي إلى المدرسة فأجد بأن العلم مبقى أشكر سخلية في الدين فقال لي يا بني من هنا وقع لك ما وقع لابد أن تغض بصرك عن النساء ربنا أمرنا بغض البصر قل المؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم ثم قال له أحد القولة أقوى الكثيرة فسغها الإمام الشافعي فيما بعد في قاصدة شعرية يقرأها الطلبة مما قال فيها قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي فاحفظوا أيها الأحباب الكرام من يتشعلوا الطابلات ديالكم أو البيسي أو الهاتف النقال ستشوف صور كثيرة هناك بعض أعداء الإسلام ربما يصنعون وحد المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي فيه العنف فيه الخدج الحياة فيه المسب الأخلاق إياك أن تنظر إلى هذا تجاوز كل هذا ديم تجاوز وابحث في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأنترنت ابحث عن ما يفيد ابحث عن العلوم ابحث عن المعارف فهو نافذة كبيرة في الغد والسمين ودائما نستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في قاع البحر طالب العلم حتى ولو قاع في خطأ ربنا يتجاوز عنه ويجعل من يستغفر له الشجر والحجر حتى الحيتان في قاع البحر وتذكر دوما بأن طلب العلم فريضة اقرأ باسم ربك الذي خلق أسأل الله تعالى العلي العظيم أن يبارك في أبنائنا وبناتنا وتلامدتنا وطلبتنا وبرك الله في طاقم التدريس من الأساتدة والمعلمين والأطر التربوية والأطر الإدارية والوزارة الوصية القائمة لدى الشأن الهام أسأل الله أن يبارك في الجميع وفي التعليم العتيق والتعليم الحديث والتعليم العصري والتعليم المزدوج والتعليم التقليدي كل خير كل فيه منفع للناس أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل آمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نواصل أي الأحباب الكرام ويسعدنا أن نستقبل مكالماتكم ونمر بسرعة إلى الدار البيضاء معنا للا رحمة نعم سيدي السلام عليكم ورحمة الله معكم السلام سيدي ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله يا مرحبا شكرا وبرك الله فيك سيدي يا أهل وسهلا هلو نعم كنت سمعك للي رحمة مرحبا السيدي عدنا واحد لوليد يتيم برينا خطنه عدنا شي ثلاثة الأطيبات واحد ما ما بغاش يخطنه لنا إيه؟ لأنه خطاه واحد لعملية لأنه الطريب خطاه عملية لا إله هيدا الله وطلب لنا التحاليل وطلب لنا ضوزي هو بعد أصلا ودار لي التلفازه وطلب لنا التحاليل وقال لنا أنه أندور عملية في خمسين ألف ريال قال لك ما فيها لبناج ولا ولا لم فيهاش البناج وما فيهاش الدواء وفيه ولو احنا سيدي المقدم ما شمسي كن من خطنه لأنه وقبر في سين وبناج عما ربما الله سبحانه وتعالي يستعر شي حاجة لا إله هيدا الله الله يحفظك لله وخلال الرحمة يجيب الفرج وخلال الرحمة إن شاء الله ربي يتخرج حاول نأخذ الرقم ذلك الرحمة نسجدو يا ربي يا كريم لا إله إلا الله اللهم تعالى يفتح لك باب التسير باب الفرج هذا طفل يتيم بغير عملية للختان أحيانا كتكون كيكون الوليد عنده ربما شي وعكة صحية أو عنده شي اختلالات في الدم نقصا الدم أو كذا خسو تحليل الدموية أولا ثم خسو يخضع للختان ربما قد كن العملية شي ومعقدة كأنها عملية جراحية نطلب الله تعالى يسخر الأمور كين بعض الجمعيات اللي كيدرون الختان الجماعي وكين بعض المؤسسات اللي هما تجارية ولكن عندهم وحد هاميش خيري إن شاء الله ندلك على بعضهم في المحمدية مثلا معروفة وحد شركة كبيرة لا أذكر اسمها ولكن هي ضخمة وقدر دائما كل سنة مرة أو مرتين عملية إعذار الأطفال خصوصا لهم في وضعية صعبة وقدر لهم وحد الحفل كبير سبق لي حضرت معهم يعني كأنه عرص يجيب الأطفال في الوليد لهم تحليلات ثم يقوموا بعملة الختان ثم يلبسوهم اللباس لهوية دي الاختاناء ذك التربوش الأخضر المغربي بالنجمة الخماسية والدفينة والتحتي والبلغة الصفراء وكيجيب لهم الخيل كيتصور بالخيل وديرين معهم واحدة الفرقة إنشاد ياولدي العساوة ومن بعد كيتروح في الكبير كيتجمع العائلات كل واحد كيتجمع الأم ديالو الأب ديالو واحد خمسة ولا ستة دي العائلات ميدي كل ميدي فيها فيها طبلة دي الأكل وجبة الغداء ثم يمشي يعطون كل عائلة واحد القفة فيها مواد غدائية أساسية كالسكر والدقيق والزيت والمواد الغدائية الأساسية وكيف رحو صورة جماعية هذه مؤسسة معروفة في المحمدية كبيرة تجارية وكتدر على هامش الأرباح ديالها كتدر أعمال اجتماعية وهذه مناسبة كنبغي نطلب من الشركات الكبرى اللي عندها مقاولات إما دي البناء أو عندها في الاقتصاد أشياء تجارية كثيرة أنها دائما تحاول تكون شركة مواطنة واجتماعية وتحاول تدير واحد النشاط اجتماعي لفائدة للناس المستضعفين خصوصا هاد العملية ديال إعذار ديال الأطفال أو غيرها مع الدخول المدرسي الناس محتاجين إلى الكتوب إلى المحفظات إلى واجبة التسجيل يعني كتكون واحد دفعة إلى الأمام وهنا أربعة ديبارك في التجارة ديالها هاد هاد الشركة كانت في المحمدية كبرات تبارك الله كبرات وتفرعت وماليها مش شيء تقافى عندهم ديال الماركوتين أو ديال الاقتصاد الدولي وإنما عندهم غير النية الصادقة وفيهم الإحسان وكانت مننا إن شاء الله هذا السلوك القويم يعمم على الشركة الوطنية ودائما تتنافس في هذه الخيرات وتقلب الاحتياجات المواطنين الضعفاء ودير هامش عمل اجتماعي أسأل الله إن شاء الله لنا رحمة الله يفرج عليكم وربي يجيب لك تسيل هاد الوليد يدير الختان ويتكمل العملية دياله في القريب العجيل اللهم أمين يا ربي يا كريم نمر بسرعة إلى بن قرير معنا للا شيماء عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يحفظك ورعاك وبرك فيك نهار كبير هذا اللي يخطط ويتمعك الله الله يحفظك الله ينورك بنور الله مرحبا 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 يا رب بنتي شيماء هاد القديد السحر بزفك يقولوها وقد يكونوا صدقا وقد يكونوا وهما أشفتي في السحر بنتي مثلا أشفتي مثلا مرحبا 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 الأخت في الصرع مرحبا مرحبا يقول لك مرحبا مرحبا لا أرى ولا أسمع كل ما كترت من نوعاتها عشر مرات عشرين مرات 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 كتكنت محصن وبيتك محصن وزوجتك محصنة وأولادك محصنين وأموالك محصنة وسمعتك محصنة النور دي الله تعالى كيكون معك كلك دير بك ما تخافش ده أحضم تحصين شغل من نفسك غير بالذكر إلا قدر الله تعالى أن شد فيك شيء واحد المرض إما سحري ولا شيطاني شد فيك ولا عندك في جسم ديالك باش غنحيده غنحيده بالذكر آخر لا إله إلا الله وقايا قبل ما يوقع أما إذا وقع عليك وأتمسك بك ذاك المرض كدير ذكر آخر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما معنى لا تحول من حال إلى حال إلا بقوة دافعة من الله إلا كان شد فيك السحر أو شد فيك العين قد قل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يتغير كل شيء يتفق كل شيء فما تخذشت الأمور الكبيرة سبب في العلاقات الزوجية تتوتار المحكمة والتي تملئة بملف الطلاق حتى نقوم ببعض القوضات قال لي أنه ندمت على جدرت القضاء ندمت على جدرت لأنه نزاعات كثيرة 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 فوق القياس وحنا بغينا نطفوهد الغضاب وبغينا نحاول ما أمكن نجمع الشمل للعائلات ونديروا التسامح ما بين الأزواج والزوجات ولا قد الله وقع الخطاء نديروا وحنا الخطاء وقع الإنسان ضعيف باشا تعرف أنت بأنك عند الله متسامح باشا يعطيك الله اللقاء بالسماح هو أنك يكون فيك العفو والغفران عاف الله عما سلف شفتي الحاجة خاطئة الله يرحم ضعفانا وبدأ صفحة جديدة وبهذا النية ستفوز حتى هو واحد ما غير ينتصر عليك النية الصادقة دي الخير وأنك تتجاوز على الآخرين وخطأوا في حقك قلني بسير وسيري الله يسامح في الدنيا والآخرة من عاتبهم لهن أو لهن بهذا النية ربك يعطيك واحد الهالة عظيمة وجليلة بنتي شي ماء الله يفرج عليك أسأل الله تعالى أن يبعد عنك الكروب ويزيل عنك الهموم وأن يجمع بينك وبين زوجك على المودة والرحمة وأن يبطل هذا السحر اللهم يا رب أبطل هذا السحر بحق قولك بعد بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون حفظك الله ورعاك بنتي شي ماء وأن مره سرعة إلى مدينة تانية أخرى إلى مراكش مع للا خديجة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله بنتي بارك الله فيك مع ذرا بنتي مرحبا بك بنتي وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أهلا وسهلا بسعليك الحمد لله بنتي ناجات شمعة مباركة أدخل عليك الصحة والسلام عمي الحز بسمة من نتي الله يطول عمرك ويحفظك ورعاك للا عمي الحز أنا كنت بقلي بسمة كان مكفوفة هي وكان عندي وعندي وحلمارة الدباء الحامرة ودبا كانوا عاتيني الطبيب وحد ليبرا كانا نعملة السيمان وذيك ليبرا دابت قطعت وقالوا لي خس كده ارجعوا مني باس بيت في واحد يجيبوا مني من سبانيا وانا عمي الحز ما عندي في اللي يجيبوا مني ودبا قالوا لي يقدر يزكسيني الزف داخلي الله يشافك وعافي كده لا عمي عمي الحز ما سيغالي ديك الدوا بغي صغير في واحد اللي ساعدني اللي يجيب لي هذيك الدعاء فك عمي الحز خلي لك الرقم ديالي وخ حتس منوع لي ينواقف فانتي حتس جل ديالي كيمرت لي عمي الحز وانا اصبق لي دوس معك بس كانت عونتني ديك السيدة من امريكا اللي يزيزيها بفرد السحاليل ولقوا عندي ديك الكورة الهويد كي يكلوا لي الحمر ايا لله تبا عمي الحز محتازنا الدوا وثلاثة ما بقى الأولو وخبنت بإذن الله وخبنت بإذن الله وخبنت بإذن الله من امريكا ضع لي الرقم ديالها اللي كانت ساعدتك في التحليلات كانت كوردك الذي تقرب من هذه الشغور هذه الله يشافيك ويعافيك وهذه مناسبة إلا كانت شوهدك يسمع فينا الآن وعند القدرة أنه يتحول من المغرب إلى إسبانيا وبغي يدير هذا الحسنة نعطوه الرقم ديالي للنجاة وربما يجيب لها هذا الدواء الخير كثير الحمد لله واللي بغي يتعرف للنجاة مباشرة دائما هؤلاء الأحبة اللي هم فاقدي البصر طريقة التواصل معهم بسيطة جدا وهي في القناة ديالهم القناة ديال شجرة هلال للمكفوفين أو شجرة أمل للمكفوفين كيدخلت مائرة كيتواصل مع الأخ جواد اللي هو المسير ديال القناة كي يقول لي بغي تنجاة من طنجا اللي عند هاد المرض وخصى دواء من إسبانيا غد يعطي ديك سعر رقم وغي تواصل معه مباشرة وغد تسهل عميدي التواصل بإذن الله وحنا الرقم ديالك للنجاة نحتفظه به وإن شاء الله بلنا شطريق نتواصل معك كما فعلنا في أول أمر مع الأخت اللي في أمريكا أسأل الله تعالى أن يشافيك ويعافيك ويداويك وكان كل السدى المستمعين ربي سبحانه وتعالى دائما رغم هذه الحياة اللي هي مليئة بالمفاجآت فيها ابتلاءات فيها أمراض فيها فقر فيها استضامات الحياة هكذا خلق الله تعالى من الأول ربي اخبرنا قلنا ولنبلوانكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات لكناش قلنا بعدها قلنا وبشر الصابرين دائما إزاء هذه الابتلاءات لابد أن نتمسك بالصبر الصبر مفتاح الفرج وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب دائما من نشوف الابتلاء عندكتير أول ما من أناجيه وأول من أطرق بابه هو الخالق سبحانه وتعالى عندي مرض قبل ما مشي عن الطبيب أو عن الصيدلي أو عن دراقي أو أي معالج كمشي عن الطبيب ديلي لهو رب العالمين وإذا ماردت فهو يشفين كم داب الله تعالى يا ربي أني أصابني السقم فاشفيني يا ربي أني مارد فاشفيني ندعي الله تعالى بقوة إذا كان عندي الفقر عندي الديون عندي الكراهة عندي المجموعة عندي الواجبات ما قداش نأديها بلا ما مشي نقلب على الناس نقول فولان محسني عوني فولان عطيني كان نمشي عند الرازق يا من عنده خزائن السماوات والأرض وارزقني كم داب الرزق بالرزاق سبحانه وتعالى وغلقى العجب ربي عز وجل أنا دك كيف تحليك أبواب وقنوات لم تكن على علم بها وحتى لو قعلك ظلم في المحكمة ولو قعلك واحد تظلم معين ما تشي تجري مباشرة عند وكيل الماليك ولا عن السلطة المحلية وتكتب شكايات ودير كذا أول ما تبدأ تبدأ مع الخالق العدل الحكم ربي إني ما استني الضر وأنت أرحم الراحمين ربي إني مغلوب فانتصر وغتشوف العز والنصر من عند الرحمن سبحانه وتعالى نبدأ بهذا الباب ول ول وبعد ذلك ربي يعطيك العجائب والغرائب نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى نسأل الله تعالى باسمه العظيم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى يا ربي كل من عنده حاجة في قلبه وصدره ونفسه أنت أعلم بها اللهم اقضيها له في العجل القارب اللهم حق الرجا يا بالغ يا فالق الحب والنوى اعطي لكل منا ما نوى يا فالق الحب والنوى اعطي لكل منا ما نوى وفوق ما نوى يا ربي إنك تعلم دنوبنا فاغفرها وتعلم عيوبنا فاسترها وتعلم أمراضنا فاشفيها وتعلم حاجاتنا فاقضها وتعلم أعداءنا فاكفي نشرهم اللهم يا رحمن الرحيم ارزقنا خير الدين والدنيا والآخرة اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفل لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين